مين من الفنانيات اللي شايفة ان هم عملوا تجميل بوز لهم وشه طيب في حديثة ناس كتير قوي اتكلمت ان هي عملت تجميل وعملته بطريقة خاطئة قد ان شكلها يبقى مش لطيف وطبعا في مزيعة مشهورة recently اتكلمت عن الفيسليفت طيب لو هنتكلم في القصة دي هنقول حاجة يعني مهمة جدا اولا زي ما قلنا كده ان انا احضر نفسي وما ادخلش التصمير اي عمل معروض علي اي عمل وانا لست عمل تجميل لازم ابقى فهمة ان في حاجة اسمها فترة نقاها فترة النقاها دي طبعا بتختلف من انك عمل حقنا عن انك عمل فيسليفت فلازم كل واحد يبقى عارف ان في حاجة اسمها فترة نقاها بعد اي عملية الفنانة اللي عملت تجميل واخدت فترة النقاها بتاعتها بعد العملية او بعد البوتوكس او بعد الفيلرز او 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 وبعد ما النتيجة وضحته الشهر تيح طلع الخميل بايز او وحشها عما كانت تمام لا فيه اسباب كتير لا مين الفنانة عايزة تعرفي مين الفنانة اللي عملت مين الفنانة من وجهة نظرك كدكتور التجميل لا تما دي حاجات كانت مشهورة جدا وهم طلعوا اتكلموا مين في الوفاء اللي تكلمت عن الحقن الدهون اللي بوصلها والشهة في مين وفاء اسمها وفاء فيه مستلس مع وفاء اتكلمت عن اه الفنانة وفاء سالم اه وفاء سالم لما طلعت وقالت ان في حد عملها حقن بشكل غلط ورجل اتصلاحته وبقت ما شاء الله زي الامر فيه طبعا المزيعة فكريني باسمها اللي هي اتكلمت عن الفيس ليفت وشد الوش اللي عملته وقالت حتى توكومانس مهمين جدا ان هي ما كانتش محتاجة قوي تمام وان هي حتى قبل العملية كانت احلى من بعد العملية طب مين من الفنانين او فناننا الكبار اللي هم يعني نقدر نقول عليهم ايقونات الجمال وشايفة ان لا هي محتاجة النهاردة ان هي تعمل حاجات كتير او يفشة وان ده هيفرق معها نفسيا ومهنيا كمين ممكن يرجعها تاني نيتشتغل ويتعرض عليها ادوار محتاجة تعمل تجميل وعمرها مع عمل التجميل او عملت ومش ناجح معيها محتاجة اكتر يعني هي طبعا مش محتاجة اكتر بالعكس انا شايفها محتاجة حاجات بسيطة جدا وهي كانت عاملة تجميل قبل كده وكان ناجح مليون في المية مين يسرى مثلا نجمة كبيرة يسرى اريد ان يسرى دي امر بدون اي حاجة بجد يعني ماشي طبعا بس هي برضو عاملة تجميل وعملها صح وباين جدا يعني في مثلا افلام لو تفتكريها كان باين ان هي محتاجة شد وش وبعدين ظهرت بعد كده وهي عاملة وكان طال عليها فيري ناتشرال وجميل جدا دلوقتي هي مش محتاجة حاجات عنيفة محتاجة حاجات بسيطة جدا عشان لو تلاحظي برضو رقبتها عرفة اكتر حاجة بتبين سن ست رقبتها مين تاني غير النجمة يسرى مرضو حاسة ان هي محتاجة حاجة اكتر او عملت حاجة وضرتها ضرتها اه عملت تجميل وضرها انا عايز اقول لحاجة يعني ملاش نخوف الناس من التجميل اوي خافلس بالعكس انا عايز اقول لك على حاجة ان كل الستات مقبلين على التجميل مفيش حد بيخوف حد من حد وعايزين نطمنهم بس هي الفكرة ان كل واحد بيبقى شايف حد قدامه عايز يبقى شبهه زي كده مأكيد بيجي لك بنات وستات كتير في العيدة وده غلط جدا محدش يفكر انه يعمل تجميل عشان يبقى شبه حد انا بعمل تجميل عشان ابقى شبهه شبهه نفسي بس في احسن صورة ابان فيها وعشان مش مكبرش لأ عشان عارفته ايج صفت ليه كده اكبر بس بدون تغييرات عنيفة اكبر وانا شكلي حلو جالك قبل كده حد في العيادة وقالك انا عايزك او عايزكي تعمليلي مثلا تجميل تخلي وشي شبهه نانسي عجرم شبه هيفة واحد ده كتير جدا ده كان طالع في فترة كده ترندات انا عايزة ابقى شبهه دي وطبعا انا دي اللي هي مين بقى مين اكتر حد كان بيتطلب منك فكرة الايرا بتاع هيفة ونانسي انا لنانسي لهايفة كانت ايرا رغيبة عايزين نبقى شبهه دي او شبهه دي وطبعا ده غلط جدا مفيش حد ممكن يبقى شبه حد ملامحنا مقايسنا التكوين العظمي بتاع كل شخص مختلف عن التاني بعد ترند نانسي وهيفة انا عارفة الناس كلها كتماشي في الشبهه نانسي وهيفة ما كناش عارفين نفرقهم عن بعض بناته والستات دلوقتي مين الترند؟ يعني مين ترند الجمال في الفنانات؟ اسماء جلال هي حلم كل الستات والبنات طب لما واحدة بتيجي تقولك انا عايزة بقى شبه اسماء جلال بتعمل لها ايه يعني بتقول لها مثلا انت بحتاجة هنا ايه بحتاجة تعملي بقك بحتاجة تعملي خدودك اولا هقول لها احنا مش هنا نبقى شبهه حد تمام وتمسك المراية هي اللي تمسك المراية وتقول لي ايه اللي شايفاه مدايقها زي ما قلنا التجميل مش حاجة obligatory انا مش ملزمة ان نعمل تجميل انا مش مريضة انا مش عندي الزايدة ولازم الحق اروح اعمل الزايدة لتنفجر الوحيد اللي بتروحيله برجلك وانتي مبسوطة وسعيدة وعندك كمية طموحات وكمية احلام انك انت عايزة تنفذيها فاول ما هتقول لي انا عايزة بقى شبه فلانا اقول لها اولا لازم نلغي الفكرة شوفي وشك شوفي انت حابة تجملي ايف وشك وتحسني ايه عشان يبقى ألطف وعرض عليها بقى الحاجات من اول ابتدي بالحاجات البسيطة للحاجات المتوسطة وهي تختار طيب يا دكتور احنا عايزين نتكلم عن موضوع هو يمكن المجتمع رفضه ولكن هو بقى موجود وفرض نفسه دلوقت سوى فكرة ان الرجالة بقت كمان بتلجأ للتجميل وبشكل كبير على فكرة يعني ممكن يكونوا زي الستات يعني نفس نسبة بتاعت الستات اللي بتروح على عيادات التجميل وده كترة التجميل وكذا مما اننا النهاردة بنتكلم عن الفنانين والفنانات خلينا نتكلم عن الفنانين الرجالة مين اكتر حد بتشوفيه عامل تجميل وتجميل ناجح جدا وعامل ايه بوسي هو فيه طبعا فيه فنانين عملوا تجميل تمام وكان حلو جدا عليهم وده ملوك حلو قوي على الفكرة حسين فاهمي ومصطفى فاهمي عاملين ايه ده حسين فاهمي عامل تجميل اه فيه فترة عامل تجميل وكان شكله جميء واضح جدا ان هو يعني اتغير تطوير وستين درجة طبعا دلوقتي هو نسي نفسه شوية ولكن لكن لا عامل ايه طيب يعني هو اصلا حسين فاهمي ده يعني يوادي يتقيل من غير اي حاجة طبعا وهو الدونجوان بتاع السينما يعني ولكن قوليلي ايه الحاجات اللي هو عملها تجميلية اولا عامل فيسليفت ثانيا اهتم ببشرته جدا في فترات في لوكس ليه كان مهتم كان بتلمع بشكل مش متناسب مع سنه خالص كان عامل نوع من انواع الاجهزة اللي بتشد البشرة اه لا كان يعني انا متابعة بقى فانا متابعة التطور اه يعني هو عامل شد للبشرة عن طريق اجهزة وعامل فيسليفت وعمل اه وعمل تفاصيل كتير تفاصيل كتير اه قصة اللي انتي كنت بتكريمي فيها ان لأ من حق الراجل زي ما من حق الست ان هي تبقى سعيدة انا بتكلم ان التجميل جزء من سعادة الشخص فزي ما الست من حقها انها هتعمل تجميل عشان تبقى سعيدة بنفسها تبص في مرايتها تبقى سعيدة بنفسها وتشعي بقى الطاقة دي الانرجي دي الفايبس اللي هي اخدتها من التجميل تشععها في كل حتة في بيتها في عشرة لها وتفرق في نفسيتها مع جوزها في شغلها زي ما بتقولي في حتة كتير طب ليه لدي الست الحق هي نفسيتها هي اصلا ما نفسيتها تبقى حلوة الحياة كلها تبقى حلوة طبعا لدي الست الحق ده ومن جاش الراجل ليه مين طيب من الفنانين الجداد الشباب اللي موجودين دلوقتي الرجالة يعني ومهتمين بالتجميل وشايفة ان التجميل معهم ناجح جدا اقول واقع لا قولي طبعا قولي اسامي على فكرة احنا بالعكس احنا بنقول على حاجة حلوة مش بنقول على حاجة وحشة بنقول ان هم عامين حاجة محسنة لشكل ومجملة لشكل فوجة نظري احمد عز عامل احمد عز احمد عز عامل ايه احمد عز لازم تعرف يا مرو لا اصنتي ثانية واقع اصنتي من ايه كل الحلوين يعني خلينا نقول ان جان السينما المصرية بعد رجي ابوز احمد عز وعشان جان السينما المصرية ما يهتمش بنفسه عشان جانس سينما المصرية يهتم بنفسه أكتر من أي حد أحمد عز بقى عامل تجميل إفوش أولا هو مهتم بجسمه جدا بيلعب رياضة طول الوقت تلاحظي أنه حتى لما كان صغير جسمه ما كانش بالتناسق ده ومجدود زي دلوقتي فهو مهتم بصحته جدا 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 وشه كان جه في فترة باين عليه بسن شوية والتجعيد فواضح جدا أنا عايز أقولك أنه هو يبان أصغر من لما كان صغير طب هو هنا عامل؟ هو هنا عامل؟ ولا هنا عامل؟ يعني لا في الصورة اللي قبل هنا مش عامل قوي طب إيه بقى اللي عامله؟ في الصورة اللي قبل كده يا جماعة لا كان حائن أماكن كان بان فيها فترة تجعيد كان حائنها فلر أو دهون الله أعلم بس لا الطلاك الخلو بس عايز أقولك طب هم فيه تجعيد عند أعنيه من هنا عادي أكيد ما هو مش عامل بوتوكس ما هو باين؟ مش عامل بوتوكس كتير قوي ما بيعملش البوتوكس بالذات حتى الأجانب عشان الإكسبراشنز بتاعتهم طب وهنا؟ هنا مثلا شكله مختلف تماما شكله يمكن عامل بوتوكس في الطلاة دي هنا عامل بوتوكس شكله عامل شايف اللوك دي؟ دي مختلفة بردو دي في اللوك دي كان تحسي أن وشه يعني الملامح بتاعته القنتور بتاعه مجدود ومليان شوية يمكن هي دي اللوك اللي خليتني أقول أنه هو عامل دي حاجة أنا أول مرة أسمعها هنه أحمد عز عامل تجميل لا بصراحة يعني عارفة فيه فنانين كده ومصنفين أنه هو شكله حلو أوجان أو أمور من غير حاجة كل واحد شكله حلو أدعى أنه هو يهتم بنفسه عشان يحتفظ باللوك بجميله صح كده طب مين تاني غير أحمد عز؟ من الموجودين برد للوقت الرجالة بصي أنا ملاحظة بجد أن رجالة وستات حالياً مهتمين جداً بوزنهم هتلاقي الفنانين في الفترة دي مهتمين جداً بوزنهم ولو تفتكري أن إلهام شهين لسه متكلمة عن عن الحؤن عن الحؤن تمام؟ وفي رجالة برضو بتاخد الحؤن؟ بتاخد الحؤن دي واضح جداً بس أنا مش عارف مين بس أستنلنا خالد الصوي وحذر منها كمان طيب أنا عايز أقولك أن الحؤن دي أولاً حصل فيها تطور رهيب يعني أولاً هي مش نوع واحد ومش مادة واحدة والحؤن دي كانت زمان بتستخدم لعلاج السكر بالزبط تمام اللي عجبني في الكلام بتاع إلهام شهين أولاً أن هي قالت أن هي اتحسنت عليها على فترة طويلة وأن هي قالت ما انصحش حد أن يفولوا ميويا خدها بدون ما يرجع لطبيب يعني هي عميت معها نتيجة وواضح أن النتيجة طبعاً وواضح أن هي بانت أن هي بقت حلوة زي الأمر هي حلوة أصلاً من غير أي حاجة ولكن كمان بعد ما جسمها بقى حلو الموضوع طب عايز أسألك على حاجة كمان يا دكتور يمكن طبعاً المطرب الفنان الجميل أحمد سعد متعرض دلوقتي لمشكلة ووعقة صحية بسبب أنه هو تقريباً كان عمل سنانه وشد وشه أو حاجة كده ولكن هو بيعاني من مشكلة المشكلة في إيه؟ يعني التجميل أزاه في إيه؟ واضح جداً أنه هو كان حاطت بروسيسيز أو سيليكون عشان يعرض من الزيجومة إجراء كإجراء يعرض من الزيجومة عارف اللوج دي كانت انتشر جداً برضو بفترة أن الزيجومة تبقى عريضة بالذات في الرجالة زي ما كان في فترة التكساس مشهورة في الرجالة وكله بيشوف صور وقل كفوري وأنا عايزة تكساس لك زي وقل كفوري طبعاً الموضوع ده ما كانش مليق على كل الناس يعني هي مش استنبا وإن عشان هي لاقت على شخص معين أن أنا أقلدها فأحمد سعد قرر أنه هو يعملها دي واضحة جداً ولو شفت الصور قبل وبعد هتلاقي أن المنطقة دي عرضت عنده وبقت قوية وده بيدي في الرجالة طبعاً مور موسكلون أو يعني لو بستوصي واضح جداً واضح جداً أنه هو عامل حاجة طب هي أزيته ليه؟ يعني ما أنت بتقولين مثلاً وقل كفوري عاملها بتقولين فيه رجالة كتير وفنانين كتير عاملين لا وقل كفوري مش عاملها مش عاملها بسي طبيعي طبيعي أن عظام الفكة عنده وعريضة هو حاب يعملها حاب يعملها حاب يعملها عند الوجنة يعني الـ cheeks bones أو الزيجوماتيك bone حاب يعرضها واضح أنه هو حط نوع من أنواع الـ processes واضح أن هي عامت له نوع من أنواع التلاوث أو الالتهابات فهيضطر طبعاً يشيل جزء من الأسنان الملتهبة ويصلح دي مشكلة كبيرة دي بس في رجالة عملت القصة دي قبل كده محتاجة منه فترة تنقها كبيرة آه آه طبعاً بنتمنى له طبعاً الشفاء العاجل طبعاً وإن شاء الله يقوم لنا بألف سلامة والأغاني الجميلة والحفلات الجميلة طبعاً الفنان الجميل والمطرب أحمد سعد وطبعاً هو بيعمل بوتوكس باستمرار وبيبان عليك بوتوكس باستمرار بس عايزة أقولك بقى أن أحمد سعد بيصور نفسه وهو بيعمل بوتوكس يعني بيجي عادي هو والدكتور بتاعه بتاع التجميل وبيقول أنا بعمل بوتوكس يا جماعة أنا عايزة حلاوه دي حاجة كويسة أنه هو بيقول على فكرة يعني أنا مش شايفة أن التجميل حاجة الواحد يعملها ويخبي طبعاً طب ليه؟ بس فيه فنانين كتير ما بيحبوش يقولون يقولك أنا جميلة طب أنا بصح من النوم جميلة وأمر كده طبيعي يعني هو حتى بيحط ده عنده أنا أول مرة طبعاً نشوف كده بسيب على الأكاونت عنده يعني ما عندهوش مشكلة طيب الفنان عمر سعد هم الاتنين إخوات ولكن أنا بحسهم على النقيد في الشخصية ولكن في التجميل بقى هل عمر سعد بيعمل تجميل؟ ما اعتقدش أبداً مش باين بس مجرد أنه هو مهتم بصحته ويلعب رياضه بتلاحظ أنه خاص عن زمان واخد باله من جسمه ودي حاجة كويسة صح صح طيب يعني مش عارفة أقولك إيه دكتور والله اتبسطت معاك جداً جداً واستفدت منك جداً ودي فقرة من الفقرات المهمة والناس دايماً بتهتم بالموضوع ده يعني مين عامل تجميل؟ مين عامل إيه؟ أبقى حلوة زي فلانة أو زي فلان إزاي؟ فالنهار ده احنا وضحنا كل حاجة ويعني اتكلمنا عن مهرجان الجونال الناس كلها بتتكلم عنه وبشكرك جداً جداً يا دكتور بشي جداً وشكراً لك حابة تقولي حاجة قبل ما نختم؟ أه أنا ممكن أقول حاجة حابة تقولي أي حاجة قبل ما نختم؟ يعني حابة توجيه رسالة أو حابة تقولي حاجة؟ يعني لو طلعنا ملخص من أن احنا بنحب السيليبريتيز وأن احنا متابعينهم وأن احنا بنتابع كل ما هو جديد في عالم التجميل أحب أقول أن يعني بلاش نبوس اللي بيعمل تجميل أنه هو عمل حاجة يعني مش مفروض يخجل منها أو ما يصحش أنه هو يتكلم عنه تمام زي ما أنا بحب أن أنا ألوك هدومي منصقة شعري منصق لازم برضو وجهي يبقى منصق وجزمي يبقى منصق وأن دي مش حاجة لا هي عيب ولا هي حرام زي ما أنت قلت كنت بتتكلمي قبل الفقرة بتاعتي أن لأ أم عملش حاجات عنيفة تخليني شكلي يبان أن هو أرتفيشل دي صح ودي صيحة جديدة في عالم التجميل اللي هو الناتشرال لوك أو الفراش لوك إزاي أعمل حاجات بسيطة تخليني أبان في أحسن شكلي لي وفي نفس الوقت ومبسوطة بشكلي بالضبط صحيح كده نورتيني وشرفتيني يا دكتور إن شاء الله تنوريني وتشرفيني مرة تانية بإذن الله إن شاء الله